موسيقى أنا مروى اليوم أبقيت منك وصفات طبيعية للسيدات اللي قاسين في الدورهم وبعد مرة كيقنطوا في النهار شنو غانديرو شنو غانديرو شنو غانديرو شنو غانديرو كل ما غانتعرفوا على هاد الوصفات كالواحد سؤال اللي جزا بدأ لنساء كيسولوه هو أنه اليوم مليس دوت السالونات كيفاش غاد يقدرو كينا اللي مكانتعرفت حين الشعر من وجهها ننتي مش عندك ديزاستوس اللي تقدري توريهم للنساء اللي بغا بحين الشعب مليسهم شنو غانديرو كينين واحد الأنواع دي الأقنعة اللي كتتساعدنا على إزالة يعني خصوصا الشعر اللي كيكون رقيق في الوجه دينا كيف ما كتعرفيش حال هذي كنا كنديرو سواء يعني كنا لنتجهو السالونات أولا متخصيصين في تجميل كيزولو هنا سواء باستعمال لاسيغ أولا الخيط كين ناس اللي كانوا كيديرو حساس ديال لازر وجود وجودو جودوي إحنا في البيت عندنا حجر صيحي ما كنفرجوش كينين وصفات الوصفات اللي الاغلي بيدي لها كتشمل على البيض يعني بيض البيض حس كنعرفوا انه كينين كين الوصفة اللولى اللي فيها بيض بيضة كنخلطوها من الوجه دي وكنوضعوها على الوجه دي وكنخلطو البيض مع المشاحتة كتخلطينا نزيان كعطينا واحد لابات كنوضعوها على الوجه دينا ككريمة وكنخلوها لمدة خمسين دقيقة حتى لساحتة كتبالينا انها انشفات وبدأك تشقق يعني كنبداو كنفرقوه في الوجه دينا بواحد الشكل دائري ولو كيقصحنا شوية لاننا بحالك كنزولو يعني كنقشرو ومني كنكونو كنزولو هدوك القيطاع المتكوينة من البيض والناشا راه تيزولينا معاها الشعر اللي كيكون عندنا في الوجه مني كنساليو هاد العملية هادي كنغسلو الوجه دينا بالمدافي وكنحاولو اننا اندهنوها بزيت النامل كلنا كنعرفو بان زيت النامل كتسد الماسام اللي كيكونو كيفرروا منها هادوك الشعيرات وكتمنع التكارل في الوجه دينا داكا هادي وصفة سريعة وكندل ان المكوينة ديالها بسيطة اللي قاع سيدات يقدروا يستعملوها في الدور ديالكم فهذا في غيود هادي وما يخافوا من والويتها مروه منتحاجة وانهم يحاولوا يديروها مثلا مرة المرة الاولى انا نديروها جسد مرات متتالية لانها ما كتأطرش لنا على البشراء ما كدش جرحناش وما كدلينا تحاجة وبعد نقوم تستعملوها مرة في الأسبوع اولا في أسبوعين وظل لاحظوا بان انا حتى هادوك الشعيرات على مدى الوقت ما كيبقاوش ينوضوكي ولا عنا الوجه خالي وخصوصا بزيطة عنه بزيت النامل كنعاود ان نركز عليها ان السيدات يحاولوا يلقاو زيت النامل ويستعملوها